اشتركوا في القناة له كتاب عودة العقل وهناك له ثلاثة كتب أخرى تحت الطبع سجل لنيل الماجسير في الأدب العربي في العام 2007 هو عضو مؤتمر الحوار الوطني في الشامل في اليمن الذي جاء بعد الثورة الشبابية في 11 فبراير من عام 2011 وهو عضو مؤسس في تيار الوعي الوطني وسيادة القانون وسكرتير تحريص صحيفة الناس في الفترة ما بين 2003 إلى 2006 وهو أيضا صاحب أطروحة العلمانية الثالثة وغيرها من الأطروحات الفكرية الجدلية إذن أترككم الآن معنا أستاذ عصام ليقدم الورقة عن الثورة المضادة شكرا جزيلا وجيه أرحب طبعا بضيوف الأكارم وخصوصا ضيوفنا من الأشقة الأشقة الأكراك كما أرحب بجميع الحاضرين وطبعا الحديث عن الثورة والثورة المضادة في اليمن لأنه حديث صعب لأي متحدث لاعتبارات كثيرة يعني ليس فقط لأن الوقت المتاح أمامي محدود ولكن ولا لأن المشهد في اليمن معقد إلى حد كبير ولكن أيضا لأن المشهد في اليمن تنقصه أدوات التحليل اللازمة الكافية أدوات التحليل أكصد بها خصوصا المصطلحات الكافية للإشارة إلى مفاهيم محددة ودقيقة لأن المتشابهات كثيرة داخل المشهد وإذا لم نستطع أن نفرز بين المتشابهات سنقع في حالة من التضبيب وعدم الوضوح وسيتضح ربما هذا معنى في الحديث عن دور الكبيلة في الثورة المضادة في هذه الدقائق المتاحة فضلت أن أتحدث عن مكونات الثورة المضادة تكوينها الجيولوجي وعن دوافع الثورة المضادة التي تعد دوافع خاصة فعلا ونحن في اليمن بحاجة إلى معرفتها وأيضا الآخر غير اليمني بحاجة إلى معرفتها لأن أحيانا نحن في اليمن لدينا معرفة بالمشهد صحيح لكننا لا نستطيع أن نعكس هذه المعرفة وأن نحولها إلى علم لا نستطيع أن نقنن هذه المعرفة لأنه كما قلت هناك غيبوبة أو غياب للمؤسسات الاحترافية المؤسسات التي تقوم بالدراسات الاجتماعية في غيبوبة في هذا الجانب ولذلك نحن محرومين من أدوات التحليل اللازمة اليمنيون تقريبا جميعا يعرفون ما هي مكونات الثورة المضادة لكن كما قلت لو حاولنا أن نعكس هذا في خطاب للآخر ربما لن نفلح كثيرا أو ربما نقصر كثيرا معرفتنا لمكونات الثورة المضادة مهم لأنه سيعرفنا على المشهد السياسي برمة على فلسفة السياسة في اليمن لمن أراد أن يعرف أسرار السياسة يحتاج إلى معرفة فلسفة السياسة في اليمن وهناك طبعا مقدمات طويلة ليس بإمكاني الإتيام بها الآن مقدمات في تاريخ الدولة في اليمن مقدمات في تاريخ الكبيلة في اليمن مقدمات في أوجه كثيرة لا مجال لذكرها لذلك سنبدأ بالحديث مباشرة عن تكوين الثورة المضادة مما تتكون الثورة المضادة في اليمن الثورة المضادة لثورة 11 فبراير تحديدا مكونات الثورة المضادة في اليمن تقريبا المكونات الأساسية ثلاثة المكون الأول هم أنصار مشروع الرئيس السابق علي صالح وأقول أنصار المشروع ولا أقول أنصار النظام ولا أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي هو حزب الرئيس السابق هناك فرق نتحدث عن أنصار مشروع صالح وهو مشروع التوريف أو مشروع المملكة التي كان يخطط لها الرئيس صالح في المستقبل أنصار هذا المشروع هم أكلية ليسوا أكثرية ليسوا أكثرية على مستوى الوطن لكنهم أكثرية على مستوى حزب المؤتمر الشعبي العام مثلا وأكثرية على مستوى النظام النظام السابق ليس كل أعضاء النظام منخرطين في التأييد لمشروع التوريف ولا كل أعضاء حزب الرئيس السابق أيضا من مؤيدي مشروع التوريف لكن هي فئة خاصة اصطفاها الرئيس السابق لتحمل مشروع التوريف وتأسيس المملكة القادمة هذه الفئة لها سمات لها سمات ربما أي يمن استطاع أن يدرك هذه السمات بالحدث وإن لم يبلورها إلى معاني واضحة أو خصائص واضحة على سبيل المثال نحن ندرك بعض من هذه الخصائص في الشخصية الموالية لمشروع علي عبدالله الصالح هذه الفئة تتسم مثلا بأنها فئة لديها رؤية براغماتية واقعية انتهازية خليط من الواقعية الانتهازية البراغماتية يعني فئة لا تفكر في المستقبل كثيرا ليس لديها مشروع ذي طابع كلي يعني مشروع مثالي لا تفكر ليس لديها مثلا مشروع قومي على طريقة القومجيين العرب مثلا وليس لديها مشروع سيادة العالم وأستاذية العالم كما لدى الإسلاميين مثلا وليس لديها مشروع أممي على طريقة اليسار المعروف هي فئة تفضل النظر إلى واقعها وتفكر فقط في حدود يومها وربما الشعار السائد لديها هو الشعار يومك عدة كما هو معروف في اليمن هي تفكر في مصالحها القاصة وفي مصالح أبنائها الآنية هذه هي أبرز سمة من سمات هذه الفئة المناصرة لمشروع التوريث والملكية أيضا هذه الفئة تتسم بأنها ليس لديها لا تشعر بالخجل من أن يكون اليمن في وضع مزري أو أن يكون اليمن متخلفا لا تشعر بالخجل أبدا في أي مقارنة بين الوضع في اليمن والوضع خارج اليمن مع دول أخرى يعني في الإقليم أو خارج الإقليم لا يشعرون أبدا بأن الفارق هذا مستفز بين حالة التخلف التي يعيشها الإنسان اليمني وحالة التمدن التي تعيشها المجتمعات العربية الأخرى فما بالك بالمجتمعات الأوروبية بعض هؤلاء يذهبون إلى الخارج يزورون دبي ويزورون الرياض ويزورون أوروبا ويعودون ولا يحدث لديهم هذا أي فارق ولا أي شعور بالأسف يعني ينظرون إلى الأمر باعتبارها أمر عادي وطبيعي طبيعي أن نكون بهذه الوضعية المتخلفة الفكيرة المزرية وأن يكون غيرنا بهذا الوضع المتقدم لا يشعرون بأن نحتاج إلى فارق أيضاً هذه الفئة من انسماتها أنها ذات تعليم محدود وذات خيال محدود ومواهب محدودة لأنه طبعاً لو كان لديها خيال كافي ما سمحت لنفسها أن تكون جزءاً من مشروع مثل هذا المشروع البائس مشروع يحاول اختطاف الجمهورية أو تقويض الجمهورية والبناء على أنقاضها مشروع ملكي يعني لا يلقي بالاً لتضحيات اليمنيين طوال خمسين سنة مضت ولا يلقي بالاً لإرادة الناس وطبيعة الحال هذه الفئة الجزء الصلب في هذه الفئة هم أولئك العساكر الذين يشكلون ألوية الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية وهؤلاء تحديداً هم الذين يقاتلون إلى جوار الصالح الآن في الجبهات هؤلاء تحديداً هذه بشكل سريع وإجمالي هي خصائص أنصار الخصائص النفسية السيكولوجية والذهنية لأنصار مشروع التوريث أو أنصار مشروع الصالح المكون الثاني وهؤلاء بطبيعة الحال عليك أن تنبهني إذا فات الوقت هؤلاء بطبيعة الحال يقاتلون لماذا؟ يقاتلون في صف علي صالح وضد الثورة وجوار الثورة المضادة لأنهم ربطوا وجودهم بوجود مشروع علي صالح أصبحوا لا يتخيلون أن يكون لديهم وجود بعيد عن وجود علي عبدالله الصالح ومشروعه هم يعتقدون أنهم بلا مواهب بلا كفاءات لا يستطيعون أن يعيشوا في دولة سوية في دولة راشدة في وضع السوي لأنهم بطبيعتهم ليسوا قادرين على العيش في الحياة المثالية ولا في الدولة المثالية فيعتقدون أن ذهاب نظام صالح هو ذهاب لمصالحهم ومصالح أبنائهم التي ارتبطت بهذا النظام المكون الثاني في التكوين الجيولوجي أنا سميه التكوين الجيولوجي لسبب يعني في التكوين الجيولوجي للانقلاب لأنه في حقيقة الأمر الانقلاب يشبه الطبقات الجيولوجية هم كلهم ينتموا إلى نفس الفئة الترابية لكن هناك طبقات تميز كل فئة عن الأخرى مثلا المكون الثاني هو القوى الإمامية والقوى الإمامية تنقسم إلى شريحتين شريحة السلاليين وقبل ذلك المشروع الإمامي لمن لا يعرف من الأخوة هو مشروع سياسي يتبنى نظرية الاصطفاء الإلهي يعتقد أن الله اصطفى سلالات ذهبية ومنحها امتيازات منها امتيازات في السلطة وامتيازات في الثروة وامتيازات في المقام الاجتماعي هذه الامتيازات تخولها بأن تختصد السلطة في أي وقت وبالقوى المسلحة أنصار هذا المشروع نوعان الجزء الأولى والشريحة الأولى منهم هم السلاليين أنفسهم الذين يعتقدون أن من حقهم أن يحكموا اليمنين بفضل اللقب أو بفضل هذه الجينات الخاصة والشريحة الأخرى هي أنصارهم من اليمنين البسطاء اللي بيطلقوا عليهم في اليمن صفات الزنابيل بيسموهم هكذا مصطلح أطلقوها عليهم في الأونة الأخيرة طبعاً تتسم هذه الفئة الفئة الأولى الشريحة الأولى من شريحة السلاليين المتبلين لهذا المشروع بأنها شريحة ذات ذكاء اجتماعي خاص وذكاء عاطفي خاص يجعلها قادرة على إقناع فئات اجتماعية كبيرة بمشروع لا يمكن كبولها يعني بأي منطق على الإطلاق يعني أنا أتصور لو جمعة مشاريع الدنيا في معرض واحد لكان أسوأها على الإطلاق هو مشروع الإمامة ومع ذلك هناك من يتبنى هذا المشروع أنا أرجع هذا إلى قدرة هذه الشريحة على الإقناع والذكاء الاجتماعي الذي لديها والذكاء العاطفي هم صنع النقطة في اليمن وهم متوغلون في الدولة العميقة بشكل كبير جداً وهم متوغلون في البنى الاجتماعية المختلفة في مجال الفن في مجال الأدب ويشكلون أيضاً رموز في هذه المجالات الشريحة الأخرى من وسأكتفي بها لأن الوقت لم يعد لدي وقت كافي الشريحة الأخرى من شريحة تكوين القوى الإمامية كما قلت هي القوى البسيطة في المجتمع اليمني هذه القوى الشريحة تتسم ربما أبرز سماتها هي الشعر بالأزمة حالة أزمة يعيشون حالة أزمة مستمرة من أول الجمهورية إلى الآن يشعرون بأن الوضع غير سوي وأنه لا يصح أن مهما كان هذا الوضع جميل فإنه غير سوي يعتقدون أن الوضع السوي هو الوضع الذي يحكمه الإمام بغض النظر عن خصائصه الواقعية الشعور بالأزمة هي يمكن السمة الثابتة والسائدة لدى أصحاب هذا المشروع ناكمون غاضبون باستمرار غير راضين باستمرار هؤلاء هم الذين يقاتلون الآن بشراسة في الجبهات عقائديون مؤدلجون لديهم مشروع مثالي هو مشروع الدولة الإمامية تطور الآن بعد الثورة الخمينية إلى مشروع كبير يحكمه الولي الفقيه في المنطقة وعبر عنه حصد نصر الله في فيديو شهير في الستينيات يتحدث فيه عن دولة الإمام الولية الفقيهة التي تحكم العالم الإسلامي وليس إيران وحدها أو لبنان وحدها أظن أنه لم يعد لدي الوقت الكافي بقيت ثلاث دقائق شكرا جزيلا لثلاث دقائق للمكون الثالث اللي هو مكون الكبيلة وأنا أقول أنه هذا المكون فيه يعني فيه إشكال كبير جدا لأنه بعض الناس يتصور أنه الكبيلة جزء من مشروع علي عبدالله الصالح أو جزء من مشروع الحوثي والمشروع الإمامي وهذا كلام غير صحيح أنا أقول هناك قوى محافظة داخل الكبيلة اليمنية هي التي تجر الكبيلة إلى هذا الصراع هذه القوى المحافظة تعتقد لديها أكانيم أسميها أنا أكانيم بالمصطلح المسيحي يعني مجموعة مقدسات لا يمكن التنازل عنها الأقنوم الأول لدى القوى المحافظة داخل الكبيلة هو إيمانها بأن السلطة في اليمن حكر خاص على أبناء الكبيلة في هضبة الشمالية من اليمن هذا ليس إيمان كامل أبناء الكبيلة وكبيلة انقسمت على نفسها في جزء منها مع الثورة وجزء منها آخر مع الثورة المضادة لكن الجزء القوي بطبيعة الحال هو الواقف الآن مع الثورة المضادة لأن هذا الجزء أو القوى المحافظة داخل الكبيلة تعتقد أنه بإمكاننا أن نتفهم على أي شيء إلا سحب هذا الامتياز من الكبيلة امتياز احتكار السلطة وهذه القوى المحافظة ارتبطت بشكل أو بآخر مع نظام علي عبدالله الصالح ببعض المصالح هي لا تتبنى مشروع الصالح وهي لا تفضل وكانت هذه القوى أيضا مستعدة في وقت من الأوقات للتحاك بالثورة إذا كانت الثورة ستضمن لها بعض الامتيازات وقالوها يعني إحنا سمعنا بعض مشائخ يقول للمشائح آخرين إذا كان الهدف من إزاحة علي عبدالله الصالح هو أن تستلموا السلطة أنتم كمشائخ في هذه المنطقة فنحن معكم أما إذا كان الهدف إخراج هذا الأقنوم أقنوم السلطة من المركز المقدس فهذا غير مكبول هذه حقيقة لا يجوز أن نتغافل عنها لأنها مشكلة اجتماعية وينبغي أن نكون صريحين في مواجهتها الكبيلة الآن مختطفة بيد هذه القوى المحافظة لأن هذه القوى المحافظة تمتلك السلاح جزء كبير من أبنائها منخرطون في القوات المسلحة وفي الحرس الجمهوري تحديدا وبقية الكبيلة مختطفة بأيدي هؤلاء لأن البقية الباقية من المسالمين من المواطنين العاديين طبعا من أبرز ما استفز القوى المحافظة داخل الكبيلة في الثورة هي أنها كانت ذات منحة أو ضد طابع مدني كانت تبشر بسيادة القوى المدنية على حساب القوى الأخرى المجتمع المدني في طبيعة الحال هو المجتمع الذي تقوم العلاقات فيه على أساس الوظيفة لا على أساس الدم والعرق ولا على أساس العقيدة فهم وجدوا هذا ظاهرا في الثورة وجدوا أن الثورة تبشر بصعود وسيادة المجتمع المدني والقوى المدنية على حساب القوى الأخرى والروابط الأخرى ومنها الرابطة القبلية ورابطة الدم وكان هذا أحد الأسباب التي جعلتهم ينحازون إلى الثورة المضادة إذن هناك مجموعة قوى وجدت نفسها ستخسر بشكل أو بآخر من الثورة وقفت إلى جوار الثورة المضادة وتصور لو كان لدى الثورة قيادة كافية وحكيمة لربما استطعت استمالة الكثير من هؤلاء إلى صفها وخصوصا في جانب القبيلة أظن انتهى الوقت شكرا جزيلا حسن الاستماع شكرا لك أستاذ عصام سيكون هناك إتاحة للنقاش لكن في نهاية كافة الورقات الآن ننتقل إلى تعقيب من قبل الكاتبة الأستاذ إلهام الوجيه على ورقة الأستاذ عصام الثورة المضادة كنت أتمنى طبعا أنه لو تكلمنا عن المكونات بشكل عام أنه الثورة المضادة لها أشكال عديدة ليست الانقلاب فقط الأخير الذي حدث الاستيلاء على مؤسسات الدولة هو مهم أنا أعتبره شيء خطير ولكن الأخطر هو قتل الروح الثورية بداخل الثائر نفسه ولا تنجح الثورات المضادة عادة إلا في قتل هذا الروح الثورية لأنه في ظل ما كان نظام صالح يمتلك المؤسسات هذه ثار الشعب ضده وحاول أن يغير هذا النظام في نقطة ثانية أنه حرص الحديث عن الانقلاب ونسي أنه أو عفوا يعني تمثلت بعض مظاهر الثورة المضادة لو نتذكر جميعا بعد الثورة من خلال تعطيل قدرة الدولة أساسا أيام حكومة باسندوة وعجزها متعمدة عن تلبية احتياجات الناس وتسيير أمورهم ضرب أبراج الكهرباء تخريب أنابيب النفط العمليات المسلحة التي كانت تتم بين فترة وأخرى في شمال الشمال هذه كلها كانت برضو ثورات مضادة في خضم الحدث الثوري بإمكاننا أن نقول أيضا أن تهميش المكونات الشبابية منذ المبادرة الخليجية عطل أهم قوة حيوية داخل ساحات الثورة ولم يتم تحويلها إلى مؤسسات وبالتالي هذه ثورة مضادة من داخل الثورة نفسها تأسيس حاليا جيش وطني طائفي هو قنبلة موقوتة قد تكون ثورة مضادة مستقبلا تاليا قد تتمثل الثورة المضادة برجال صالح والنظام القديم المكتسحين حاليا لشرعية هذه الحكومة المسؤولين رجالات صالح وبالتالي ثقافة صالح هذه كلها مشاريع ثورات مضادة استمر الفعل الثوري الاغتيال الروح الثورية باستمرار عبر التخريب عبر آخرها الحرب تهميش مصالح الناس يعني حتى عدم علاج الجرحة يقودنا إلى الناس كثير ممكن تستسلم في الأخير ويعني ممكن تقول خلاص اكتفينا من الثورة اكتفينا من الدمار بالنسبة للمكونات التي تم ذكرها أنا أعتبر أن الأحزاب السياسية التي خذلت طلائع الثورة والثوار بعدم اتفاقها مع بعضها البعض في أحلق ظروف الثورة هذا مكون من مكونات الثورة المضادة من انضم للثورة اليمنية ثورة فبراير وقفز للظفة وهو ليس ثوريا من الأساس لا يحمل لا قيم الثورة ولا قيم الدولة المدنية هذا مكون من مكونات الثورة المضادة الجماعات المتطرفة الآن التي تحمل لافتة المقاومة المسلحة تحمل رايتها وفي اتجاه معاكس تماما لمشروع الدولة المدنية يعني مكون ضد الثورة المضادة تماما مكون التحالف السعودي الإماراتي والتحالف العربي المريب أحيانا والغامض في الكثير من فيما يخص السياسة في اليمن أو إلى أن ستذهب مكون قد يكون ثورة مضادة هذا بالإضافة إلى في بعض مناطق نفوذ في كل من تعز وإب لقبائل في تعز وإب ليست من شمال لشمال وهي تعمل مع علي عبدالله صالح بجد واجتهاد في الثورة المضادة ومساندات له لحد الآن تماما الآن سننتقل إلى الورقة الأخرى أو العرض الآخر ستقدمه لنا الأستاذة ميسك الجنيد الأستاذة ميسك الجنيد هي كاتبة وباحثة ومدربة في مجال حقوق النساء والقيادة عملت لدى الكثير من المنظمات المحلية والدولية كاستشاري وعملت في إعداد المراجع والأدلة التدريبية في الحقوق والمواطنة والديمقراطية كذلك غطت في إطار عملها كمدير للبرامج التنموية أكثر من 15 محافظة بداخل اليمن كانت المناطق القبلية والنائية هي محور هذا العمل وهي الآن المدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان إذن الوقت لك يا أستاذ مسك تفضل السلام عليكم الحقيقة في هذه الدقائق ما زلت مسكونة بالفيلم إذ لا صوت يعلو فوق صوت تلك الأحاسيس التي طالما تابتنا في ثورة الحادي عشر من فبراير المرأة في ظل الإنقلاب كيمنيين جميع من في هذه القاعة عايش الواقع عياناً ويعرف ما يدور هناك كضيوف وأصدقاء من بلدان أخرى كنت أتمنى أن أحدثكم عن اليمن الجمال الحضارة الفن التاريخ أنا مضطرة اليوم أن أحدثكم عن الدمار والقتل والألم والمعاناة فاعذروني ليس لدي في هذه الفترة سوى هذه البضاعة سنبدأ في إعطاء خلفية بسيطة عن اليمن في ظروف ما قبل الإنقلاب اليمن قبل الإنقلاب كان خارجاً للتو من ثورة ضد نظام ديكتاتوري لم يتورع عن استخدام جميع الأوراق لإفشال تلك الثورة حتى أنه استخدم سياسة الأرض المحروقة كان يريد أن يدمر كل شيء قبل أن يرحل انتصرت ثورة 11 فبراير كان هناك كما نعرف اتفاقية المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها انتقلنا بعد ذلك إلى المرحلة الانتقالية التي حاولت فيها السلطة الانتقالية آنذاك أن تبذل كل الجهود لمواجهة التركة الثقيلة التي تركها لها المخلوع صالح إذن تلك الفترة كنا أمام بلد منهك كان يحاول أن يتجاوز المرحلة كان يحاول أن يتعافى أن يستشفي ويلتقط الأنفاس ويهيئ البيئة المناسبة للبداية الصحيحة ثم بعد ذلك دخلنا كما تعرفون في مؤتمر الحوار الوطني أنا أسميه حقيقة المؤتمر الحلم كان يحمل أجمل شعار بالحوار نصنع المستقبل وبالمناسبة المؤتمر الحوار الوطني كان أول تطبيق حقيقي لما يتعلق بالموضوع الكوتا حيث حضرت مثلة المرأة نفسها في مؤتمر الحوار الوطني بقوة وكانت تقريبا النسبة هي 30% شاركت في هذا المؤتمر بفاعلية ترأست العديد من اللجان إذن كنا أمام مؤتمر خرج الناس فيه بنتائج كانوا يريدون أن يرسموا استقبل البلاد على أساس هذه النتائج ولأنه لا شيء يمكن أن يعيق العبور نحو الحلم والمستقبل كجماعة العنف التي اعتقدت أنها بالسلاح يمكن أن تسيطر على وطن بأكمله مع الأسف انقلبت الميليشيا وقوات المخلوع على والمخلوع صالح على مخرجات الحوار الوطني أسقطت الدولة اجتاحوا صنعاء أشعلوا حربا لا هوادة فيها ضد اليمنيين لإرغامهم على القبول بسياسة الأمر الواقع إذن انتقل الوطن الذي كان يحاول التعافي إلى دائرة الحرب والقتل والدمار والجوع وصرنا أمام دولة على حفة الانهيار إن لم يكن الانهيار قد حدث بالفعل سأقف الآن أمام مواقف النساء من الانقلاب الحقيقة أن النساء لسنا بدعا من القول يعني طبيعي أن يكون لهم موقف من الانقلاب كما هو للرجل لكن في صفوف النساء لم يكن التباين كبير جدا كالتباين الذي يحدث عند الرجال لأن الغالبية العظمى من النساء لا تمتلك الوعي السياسي الكافي لتقف في الطرف الذي تختاره عن وعي إنما أستطيع أن أقسم مواقف النساء ببساطة كان هناك لدينا نساء داعمات للانقلاب ومنخرطات فيه وهؤلاء النسوة اتخذوا مثل هذه المواقف إما بسبب التعصب وإما بسبب القبيلة وإما بسبب المذهب وإما بسبب المصلح التي تقاطعت في تلك المصالحون التي تقاطعت مع الميليشيا والمخلوع صالح بالمناسبة فقط ألفت الانتباه لأنه كان الانقلاب فرصة لكشف كثير من الأقنعة فيما يتعلق بالرجال والنساء الذين انضموا إلى صفوف ثورة الحادي عشر من فبراير بحكم أن ثورة فبراير فتحت صدرها للجميع لكن الانقلاب جاء ليزيل هذه الأقنعة وبالتالي عاد الذين لم يكونوا بمستوى ثورة احت عشر فبراير إلى صفوفهم الحقيقية وكان هناك جزء من النسوم مع الأسف يعني التي كنا يتحدثنا عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان مع الأسف صرنا يترافعنا في المحافل الدولية عن الانقلاب إذن عندي داعم الانقلاب وجيه طبعا يرهبني بالوقت متعاطفة مع الانقلاب المتعاطفة أيضا هي إما بسبب التجيش العاطفي والمعلومات الإعلامية الخاطئة أو بسبب ضربات التحالف الخاطئة التي كانت تنتج نتيجة إحداثية خاطئة ويذهب ضحاياها كثير من المدنيين أيضا إما هذا التعاطف كان ناتج أيضا بسبب أن ما يقتل لهن من أشخاص انضموا في جبهة الحوثي وصالح ننتقل بعد ذلك إلى النساء التي كنا ضد الانقلاب وهؤلاء النساء هن يعني امتداد لثورة فبراير الامتداد للنساء التي امتلكنا الوعي ليعرفنا الفرق بين الواقع المأساوي وبين الذي تقوده الميليشيا وقوات المخلوع والذي قاموا فيه بالانقلاب على مفاهيم الدولة المدنية برمتها لدينا أيضا نوع من النساء هن متعاطفات مع المقاومة بسبب وجودهن أصلا في مناطق الاشتباك ويعرفنا الواقع ويعرف ما يدور الآخر نوع الضحية الصامتة وهن على الأغلب هن الأكثر هذه الضحية التي هي تدفع ثمن ما يحدث على أرض الواقع ويشغلها البحث عن الخبز المعجون بالرصاص الرصاص التي يمكن أن تدخل من النافذة وتنهي تفاصيل القصة بأكملها إذن تنوعت مواقف النساء لكن الأغلب هن مشغولات بما يحدث من معاناة وبمواجهة النتائج التي ترتبت على الحرب جرائم الإنقلاب بحق المدنيين وتحديدا النساء كان هناك عنف موجه ضد المدنيين وتحديدا من النساء يذكر تقرير للراصد اليمني في فترة من 2014 إلى 2016 أن تسعمائة وثمانية وسبعين إمرأة قد قتلت نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا وقوات المخلوح بالإضافة إلى ثلاثة ألف وستمائة وستة إمرأة جرحت وبالمناسبة ثلاثة ألف وستمائة وستة إمرأة هن مرشحات ليصبحنا في طابور الإعاقة في اليمن لأنه لا يوجد رعاية صحية ولا توجد مستشفيات يمكن تتعامل مع هذه الحالات فهي أصلا تنتقل من طور المرأة الجريحة إلى طور المرأة المعاقة بالمناسبة أنا حاولت أن أعتمد على أرقام لمصادر الجهات تقاريرها معتمدة دوليا لسبب بسيط أن هناك العديد من التقارير وهناك الكثير من الأرقام المتضاربة ونحن نعرف في ظل سيطرة الميليشيا على الوضع لا يسمح للراصدين بجمع هذه المعلومات وإن رصدت هذه المعلومات فتتم تحت سلطة الحوثيين التي أغلقت كثير من منظمات المجتمع المدني وبالتالي كان هناك صعوبة في الحصول على الكثير من الأرقام النزوح يشير أحد التقرير للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين أن هناك ثلاثة مليون نازح في اليمن مليونين ومئتين ألف هم من المشردين داخليا قطع الخدمات العامة هذه من أهم جرائم الحوثي لأن قطع الخدمات العامة عن الناس هي عبارة عن عقوبات جماعية ترتكب ضد المدنيين وكلنا يعني عانينا حينما كنا هناك والناس هناك ما زالوا يعانون من هذا الأمر طبعاً قطع الخدمات العامة ماذا يعني؟ لا يعني فقط أن الناس لا يشاهدون التلفزيون أو الإنترنت هذه مسألة ترافية قطع الخدمات يعني أن المستشفيات بلا كهرباء بلا ماء بلا وقود الناس لا يستطيعون أن يحصلون على الماء الصالح للشرب لا يستطيعون أن يقوموا بأي شيء من متطلبات الحياة اليومية في ظل انقطاع الخدمات الناس تموت في الطريق لأنها لا تستطيع أن تصل إلى المراكز الصحية لا توجد وسائل مواصلات لا يوجد وقود إذن قطع الخدمات العامة هنا من العقوبات الجماعية التي تمارسها الميليشيا ضد المدنيين الحرمان من التعليم تحولت المدارس الجامعات إلى ثقنات عسكرية ومخازن للأسلحة والتي سلمت من الميليشيا وقوات المخلوع للأسف صارت تستخدم أيضاً لإيواء النازحين فإذن لا مدارس لا تعليم أتذكر حينما كنت أدير أحد البرامج التنموية في اليمن يعني كنا ندير برامج بآلاف الدولارات من أجل أن نقنع النساء باستمرار واستكمال مسيرتهن في التعليم الآن مع الأسف صار هناك هجرة جماعية وخروج من التعليم ليس رغبة منهم نحن الآن لدينا أكثر من 2 مليون طالب خارج مقاعد الدراسة كنا نريد إعادة الناس إلى مقاعد الدراسة لكن الآن الناس يخرجون لأنه لا توجد في الأساس مؤسسات تعليم ناهيك عن أن هذه المؤسسات صارت معرضة للقصف في أي وقت وهذه من ضمن الجرائم التي قد تضاف إلى الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها المخلوع والميليشيا الحرمان من الرعاية الصحية كثير من المستشفيات قصفت المستشفيات لا يوجد لديها وقود غياب الأطباء غياب الأدوية لا توجد كوادق وتواقم صحية مؤهلة لا يستطيع الناس الوصول إلى هذه المراكز بسبب الاشتباكات والمواجهات انعدام الأمن الغذائي الخبز وكما قلت لكم صار الخبز في اليمن معجون برصاصة صار معجون برائحة وطعم الموت آخر تقرير لمنظمة الفاو وكثير من وكالات الأمم المتحدة المتعلقة بالتغذية 21 مليون يمني في ظل احتياجات شديدة 14 مليون يعاني من نقص الأمن الغذائي 2.5 مليون مهددون بمجاعة وشيكة انتهاكات على هامش الانتهاكات كنت أريد أن أتحدث فيها يعني مقارنة بما يحدث عن نظرة الميليشيا في الأساس للمرأة واستخدامها إقحامها في استخدام السلاح والعنف وكنت أريد أن أتحدث فيه عن بعض الإشكاليات الاجتماعية التي تمارسها الميليشيا ضد المرأة إنما بقي معي وقت قليل أحاول فقط أن أقتصر فيه المرحلة المرحلة حاليا في اليمن مرحلة لا غذاء ولا صحة ولا تعليم ولا أمن إذن هذا هو وضع المرأة في ظل الانقلاب في اليمن النساء ومقاومة الانقلاب لم تقف المرأة اليمنية أمام الانقلاب كمتفرجة اخترت صور الحقيقة أني تقصت أن أختارها لأن حاليا جزء من هؤلاء النسوة هم من رموز مقاومة الانقلاب في اليمن وهناك الكثيرات هذه فقط نماذج إشراق المقتر محامية مهتمة برصد الانتهاكات ربا جعفر هي طبيبة وهي من الطبيبات التي تقوم بعملية الإسعاف في ظل القصف للجرحى والمصابين حياة الذبحاني ناشطة في المجال الإغاثي والإنساني النساء هناك يقومنا برصد الانتهاكات بالقيام بمبادرات إنسانية بالخروج في مسيرات سلمية هؤلاء هن نتاج ثورة 11 فبراير التي ربتهن الثورة على قيم العدالة والحق ومواجهة الظلم والفساد والبطش لم يستطعن أن يتقبلن فكرة أن يعود النظام الدكتاتوري ولهذا هنا في قلب الانقلاب يواصلنا هذا العمل الدؤوب وهذا الجهد طبعا النساء الآن في مقاومة الانقلاب يقومن بهذا العمل بمنتهى التضحية والتفاني على الرغم من معرفتهم من خلال التجارب التاريخية أن الحرب ستضع أوزارها وإن شاء الله ستضع أوزارها سيعود الرجال لتقاسم المناصب والكراسي وستعود هي للنظال من أجل أن تحصل على حقها لكنها على الأقل ستحاول في هذه المرحلة ألا تقف عاجزة وألا تقف ساكتة أنا أقول هذا الكلام الذي أريده أن يصل للناس في الخارج المأساة في اليمن كبيرة نحن نحتاج لأن يعرف الناس الحقائق مع الأسف هناك لوبي خارجي يدعم الميليشيا نحن نريد أن نشكل صورة أخرى على أن الناس هناك في الداخل غالبيتهم يرفضون هذه الميليشيا ويرفضون عودة المخلوع صالح إلى سدة الحكم لم أستطع أن أقول كل ما كنت أريد أن أقوله ليس لأنني أمرأة أريد أن أتحدث كثيرا لكن ربع ساعة لا تكفي لأن نتحدث عن مأساة بهذا العمق شكرا لكم شكرا جزيلا أستاذة مسك الجنيد إذن الآن ننتقل إلى التعقيب على ما قدمته الأستاذة مسك الجنيد المرأة في ظل الإنقلاب يقدم أو يطرح التعقيب الكاتب والصحف الأستاذ محمد الوطيفي تفضل أستاذ محمد شكرا جزيلا وشكرا لأستاذة مسك على هذه الورقة القيدة طبعا اختصارا كما لاحظتم ورقة الأستاذة مسك ركزت على المرأة اليمنية وعلاقتها بالإنقلاب بدأت الورقة بالحديث عن المرأة في الحوار الوطني كمدخل للحديث عن وضع المرأة في عهد الإنقلاب وأعتقد أن هذه اللفتة ذكية من الأستاذة مسك كون الحوار الوطني كان هو اللحظة التاريخية الوحيدة التي اكتمع فيها اليمنيون لإعلان القطيع مع حالة لدولة وكانت المرأة أهم مشارك في تلك اللحظة وبالتالي كان الانقلاب على الحوار الوطني هو بحذ ذاته انقلاب على مكانة المرأة التي حصلت عليها نتيجة نضال طويل ومتراكم في تقدير الشخصي كان الانقلاب الحادث في اليمن انقلاب على كل شيء جميل وكان أهم الأشياء الجميلة وأعظمها هو المرأة اليمنية بذاتها قبل الانقلاب وقبل ثورة فبراير كان هناك هامش ديمقراطي أحدثه صالح أتاح للمرأة اليمنية مساحة لا بأس بها من الاعتراف بالمرأة كشريكة للرقل وبرزت المرأة ونالت حقوقها بالتزامن مع حقوق الرقل لكن اليمن وصلت إلى طريق مزدود وتفجرت ثورة فبراير كانت من الأمور التي دائما ركزت عليها وبرزتها ثورة فبراير هي حقم ونوع مشاركة المرأة اليمنية مقارنة بحقم ونوع مشاركة المرأة العربية المرأة اليمنية من ناحية حقم الحضور في الميادين نسبة المشاركة في المظاهرات في الأعمال الثورية هي أكثر بكثير من حقم مشاركة نظيراتها المصرية والتونسية كمثال الأستاذة ميسك أشارت إلى نقطتين مهميتين في ورقتها الأولى متعلقة بشجاعة المرأة اليمنية في مواقهة عنف النظام والثانية متعلقة بحالة الوعي الذي خلقته ثورة فبراير في عقلية المرأة أتفق معها تماما في نقطة شجاعة المرأة لكني اختلف معها فيما يتعلق بفبراير والحالة الوعي فبراير لم تخلق وعي في عقلية المرأة فبراير كشفت عن حالة وعي لدى عقلية المرأة حالة راقية أظهرتها إلى السطع هذه الحالة برزت في أبهى صورها وأنقها في الساحات والميادين ولأبالغ إن قلت أن ثورة فبراير ما كانت لها أن تستمر لولا المرأة اليمنية التي كانت حاضرة وملهمة ومشاركة ودعمة وحامية أيضا ما حدوث الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني وقيام الانقلاب المشؤوم كان من الطبيعي أن تكون المرأة هي الأكثر متضررة وهو ضرر لو تأتي إليها من أي زاوية المرأة أكثر تضرورا من الرجل سياسيا اجتماعيا وحتى إنسانيا فالمرأة اليمنية ساهمت بشكل فاعل في ثورة فبراير هي ذاتها المرأة التي تقود الآن مقاومات متعددة وليست مقاومة واحدة صور لنقول مثلا مقاومة الميليشيا لا تنحصر على انخراطها في أشكال دعم المقاومين وقمود الجيش الوطني بل أيضا أدوان نضالية مثل حالة ثقا يعني شاركت المرأة أن تشارك في خلق حالة ثقافية مجتمعية رافضة للانقلاب صمود أسطوري للميليشيا في القرى والمدن استمرار توعية أبناء هذا القيل الآن خلال فترة الانقلاب بقيمة القمهورية مشاركتها في حملات الإغاثة للنازحين أضف إلى ذلك حالة الصبر العقيبة على القوع والفقر والتشرد والنزوح والأهم من ذلك كله هو حالة الوعي الوطني في ذهنية المرأة اليمنية بقيمة دولة رمو كل ما يحصل لها ولشقيقها الرجل من شقيقها الرجل شكرا أشكرك أستاذ محمد لطيفي على هذا التعقيب الآن سنفتح المجال للنقاش الأستاذ شوقي القاضي إذن نبدأ من عند الأستاذ شوقي القاضي أنا جدا جدا أنا سأدافع عن موضوع القبيلة أنا من وجهة نظري مطلقا القبيلة ليست مكون من مكونات الثورة المضادة بالعكس القبيلة حاول علي عبد الله صالح على مدار ثلاثة وثلاثين سنة أن يغيب القبيلة تماما وأن يطحنها طحنا وأن حتى يجعلها تتنكر عن قيمها وعاداتها وتقاليدها بخلطة سحرية غريبة عمل علي عبد الله صالح أولا على تجهيل القبائل تماما وهذا أمر بدهي عمل علي عبد الله صالح على إفكار مناطق القبائل وإحصائيات الأجهزة الرسمية تشير إلى أن مناطق القبائل من أكثر المناطق فقرا إلى درجة العدمية عمل علي عبد الله صالح على أن يجعل القبائل مشغولة بصراعاتها واقتتالها واحترابها عمل علي عبد الله صالح على إفساد وجاهات القبائل أغرقهم بالفساد وأغرقهم بمنظومة مخيفة عمل علي عبد الله صالح خمسا على عسكرة أبناء القبائل ليبقوا عساكر ومرافقين لكن لا ننسى مطلقا أن شباب القبائل استيقظوا جدا ما قبل حتى يعني 2011 أولا بفعل التعليم المحدود الذي تلقاه أبناء القبائل تلقوه بحماس كثير لأنهم كانوا يقارنوا بين مجتمعات أخرى على مستوى اليمن ذاتها وبين شباب محافظات أخرى متعلمين وأطباء ومفكرين وبين أنفسهم فخرجوا عن المنظومة أنا أرى من الظلم تماما أن توضع القبيلة فيه نعم هناك أفراد من القبائل وهناك ينخرطون في اللوب الذي ذكرته في موضوع فئة صالح المنحزين لمشروعه أما القبيلة فيعني ربما كانت صورة جيدة جدا يعني في أن تنخرط في ثورة 2011 وأهدافها النبيلة شكرا جزيلا فتح عبدالقادر من تونس مشاعر اليمن حقيقة حاضرة ولذلك أعتبر التجربة اليمنية رائدة بكل المقييس يعني مراحضات حتى بمقارنتها مع التجربة التونسية والمصرية وغيرها من التجربة الأخرى ولذلك حديثي ربما تشوبه بعض العاطفة تميل إلى اليمن أكثر منها يعني تقييم لكن في بعض الملاحظات الملاحظة الأولى ما أدري إذا كان ذلك مناسبا يعرض الآن أو في هذا السياق يعني الثورة المضادة باعتقادي أنا الشخصي كمصطلح نحن قاعدين نعطي في شرعية لشيء ثورة ثورة لهذا لالة إيجابية في تاريخها دائما وأصبحت تحميله مضمونا يعني من هذا القبيل فالقول بثورة مضادة كأننا إنه شرعا إلى حد ما هذا الأمر لم أقف عليه كثيرا لكن لا أميل كثيرا أن نستخدمه مع الانقلابيين والمجرمين وغيرهم وحقيقة نحن ربما في تونس لا نستخدمه كثيرا هذا المصطلح الأمر الثاني صحيح في مكونات للثورة ربما يعني لم تستوفي كلمة الأستاذ عصام حظها في معالجة هذا الموضوع أنا بالفعل تماما لا أميل لما ذكر فيما يتعلق بالقبيلة كان دورها أكثر إيجابية من الكلام الذي عرض لكن هل يجوز لنا عزل الانقلابيين عن الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة حقيقة واللي لو لها لما كان فيه شيء بين قوسين هذه الثورة مضادة الثورة حقيقة كشفت للشعوب العربية وعندنا في تونس الحقيقة أن اليمنيين بالفعل أصحاب حضارة وتاريخ والمرأة اللي كانت ينظروا لها لأنه في هذا اللباس كذا إلى خيره لا ينظروا لها الآن لا نظرة حقيقة متقدمة ومحترمة جدا وأصبحت التجربة اليمنية تجربة ملهمة نحن نريد في بداية الثورة لم تنتهي الثورة بعد ما زالت مستمرة ولا بد أن تأخذ مدها الزمني لكن مصيرها هي أن تتحقق بالمجمل وأشكر حقيقة القناة والمؤسسة على إدارة مثل هذا اللقاء الطيب ونسأل الله لكم التوفيق والسداد إن شاء الله فيما يخص مؤازرة الإنقلاب قبل 2014 وهي ما يسمى النخبة النخبة التي كانت مثلت قوة داعمة أكبر للإنقلاب مثلت قوة داعمة أكبر للإنقلاب لأن ثورة 11 فبراير نعرف أنها ثورة شبابية لم تكن ثورة لا من المسجد ولا من القبيلة وبالتالي الإنقلاب عليها هذا هو أقبح وجه ظهرت فيها المرأة أن المرأة أصبحت مليشاوية تعرضت للإحتجاجات بعمف كانت عنيفة لا ننكر أنها واجهت المسيرة المضادة للإنقلاب بعمف ضد مسيرة الرجالية والمسيرة النسائية والمرأة اعتقلت فيما بعد الإنقلاب فقط فيما بعد الإنقلاب اعتقلت المرأة وفقط بعد الإنقلاب كانت المرأة مليشاوية دخلت إلى المنازل مارست العم في البيوت ونهبت ممتلكات أصحاب البيوت فقط بعد الإنقلاب هذا الوجه أقبح وجه ظهرت فيها المرأة والتي أحب أن أشارك فيها شكرا جزيلا إذن شكرا لك أستاذة ثورية نبدأ الآن بالتعقيب على التعقيب أستاذ عصان تفضل شكرا جزيلا ربما تتذكرون أني بدأت مداخلتي بمفهوم محدد وهو صعوبة التعرض للمشهد اليمني وتحليله لغياب أدوات التحليل اللازمة ربما تتذكرون ذلك أنا قلت هذه المقدمة تحديدا حتى أتفادى المشكلة التي ستحدث بسبب حديثي عن القبيلة لماذا؟ لأن كلنا ندرك أن القبيلة ليست لا يمكن تعميم الأحكام على القبيلة يعني القبيلة لا يمكن القول أنها وقفت إلى جانب صالح وأنا قلت كذا صراحة لا أنا قلت صراحة أنها ليست جزءا من مشروع صالح ولا جزءا من مشروع الحوثي وإنما هي مكون ثالث مستقل لها مشروعها المستقل وإن تكاطعت أحيانا بعض مصالح القوى التي داخلها مع هذين المشروعين أنا تحدثت عن ما يسمى بالقوى المحافظة داخل الكبيلة وهذا المصطلح وليس مصطلحا هذا أنا طرحتها كأداة تحليلية ولو كان مصطلح كان حلا لنا الإشكال وما كانش حدا السوء فهم لكن لأنه كما قلت لدينا شحف المصطلحات وليست لدينا أدوات تحليلية كافية اختلط علينا الأمر فتصورنا أننا نتحدث عن القبيلة لا لا نتحدث عن القوى المحافظة والقوى المحافظة هذا أنا استعرته من الأدبيات السياسية الحديثة يعني مثلا واحد مثل بوشا الابن يصنف على القوى المحافظة في أمريكا واحد مثل ترامب يصنف على القوى المحافظة مدالزها ذؤلاء يصنفوا على القوى المحافظة لكن هؤلاء لا يمثلون أمريكا زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تصنف على اليمين المحافظ في فرنسا أنا قلت خلص نستعر مصطلح المحافظة هذا على تلك القوى التي اختطفت الكبيلة وأنا صرحت قلت اختطفت لماذا اختطفتها ليست بالضرورة لأنها تمثل الأغلبية داخل الكبيلة ليس بالضرورة وإنما لأنها تمتلك عناصر القوة الداخل الكبيلة عناصر القوة المادية وغير المادية يعني مثلاً معظم المنتسبين لها ضباط ومشائخ يعني منخرطين في الدولة بشكل أو بآخر ورجال أعمال لديهم قوة مادية ومالية إلى آخر هذه القوى المحافظة التي تريد أن تبكي الكبيلة في حالة غيبوبة من أجل مصالحها الذاتية ومن أجل مصالحها الخاصة هي التي اختطفت الكبيلة الآن والكبيلة في معظمها هم مجرد ناس ببساطاء مدنيين مزارعين إلى آخر ليسوا محاربين وليس لديهم استعداد لمواجهة مشائخهم ولا مواجهة القوى الغالبة داخل الكبيلة ما عندهم استعداد لمواجهتها ولذلك أنا أقول أن هذه القوى المحافظة اختطفت الكبيلة هذا عمر الحديث الأستاذ فالح أو فاتح نعم عن الثورة المضادة هو لا يفضل استخدام مصطلح الثورة المضادة فالحقيقة أنا استخدمت قاصداً لماذا؟ حتى نميز أولاً ما بين الانقلاب وبين الثورة المضادة الذي حدث في اليمن ليس مجرد انقلاب فقط وإنما ثورة مضادة لماذا؟ لأن الثورة المضادة عادة تستخدم نفس أساليب الثورة الثورة المضادة هي إذا كانت الثورة كما يقول علماء الاجتماع هي عملية سياسية تنطوي على عنف بقصد تغيير الحكم القائم فإن الثورة المضادة تأخذ نفس المجالات وتكون أعنف بسبب أنها لديها ميزة إضافية وهي مؤسسات الدولة التي لازالت مرتبطة بها أكثر من الثورة نقول ثورة مضادة لأن فيها ناس وجمهور ولكن أيضاً هناك سبب آخر وأن هذه الثورة المضادة قد يقوم بها بعض الثوار أيضاً مثل ما حدث والمثال الشهير لذلك هي الثورة الإسلامية في إيران بمعنى أنه تم تحولها إلى ثورة إسلامية وبذلك الخميني هو رأس الثورة المضادة في إيران وبالتالي وهذه لها حوادث أيضاً أخرى أنا حبيت بس أقول حاجة أخيرة أن هذا المشهد الذي في اليمن أنت جوعي كبير ونحن في هذا ولا ننسى أن الحروب هي من العناصر التي تشكل الدول وإن شاء الله في هذا الحرب نستفيد من ما حصل وأعتقد أن حالة الوعي ارتفعت بشكل كبير شكراً لكم كان لدينا داخل ساحة التغيير في العاصمة صنعال وحدها 752 حركة شبابية مدنية كلها تحمل أسماء مدنية لقد تلاشت وتحولت إلى فقاعة بعد التسوية السياسية ولم تصمت تقريباً سوى ثلاث حركات إلى الآن وأنا وجهت نظر الشخصية أن جزء من الثورة المضادة كانت مع الثورة أيضاً كل الذين تبنوا التحريض على الحوار ونحن لازمنا في الحور الوطني سواء مثلاً من تبنى الذي أنا أبتكرت من عندي جملة الذي خطاب الشريعة في مواجهة خطاب التشريعات هناك غرفة عمليات إقليمية أدارت هذه الثورات ومولتها وشجعت النخاب السياسية التي انقلب عليها الشعب العربي إبان ثورة الربيع العربي وارتد تأثير هذه النخاب على ثورة الربيع العربي قوياً ومؤثراً وأطاح بها طبعاً أو بمعظمها بالنسبة لليمان أجبر علي عبد الله صالح على التوقيع على التنازل عن السلطة وهذا أمر كان استثنائي في نظرة المملكة العربية السعودية والمجموعة الخليجية لأن علي عبد الله صالح كان قد وصل حرق تقريباً كل أوراقه بالنسبة للمجتمع الخليجي لأنه والمسألة تبدأ من تحالفاته المشبوهة مع الحوثيين في الحرب السادسة والتي أبهرته متآمراً على المملكة العربية السعودية وأحرجها بشكل قوي جداً طيب الآن ننتقل إلى تعطيب أخير من الأستاذ عصام في دقيقة أو أقل شكراً جزيلاً طبيعة الحال إذا فيش مكرافول مش مشكلة يعني ما يميز الثورة المضادة في اليمن وأنا مصرع بأنها ثورة مضادة لأن جميع مواصفات الثورة المضادة المتوفرة فيها ما يميزها أنها ثورة ضد ثورتين يمنيتين سابقتين مش على ثورة واحدة يعني هي ثورة مضادة ضد ثورة أدعشر فبراير وثورة مضادة ضد الف تسعمائة واثنين وستين ثورة الجمهورية اللي أسسنا على ضوءها الجمهورية اليمنية ونحن نحارف الحقيقة مشروعين ملكيين يعني مشروع علي عبدالله الصالح الملكي ومشروع الإمام الملكي وبطبيعة الحال لا يمكن إسعافنا من قبل ملكيات أخرى يعني الأمر واضح للغاية الحرب في اليمن ليست حرب من أجل الديمقراطية هذه واكستنا ليست حربا من أجل الديمقراطية هي حرب وجود من أجل الوجود وحماية الوجود نحن أيضا نعول على تفكيك المنظومات القبيحة داخل اليمن في هذه الحرب تفكيك منظومة الدولة العميقة وهذا الذي نريده على الأقل في أقل المستويات ثم بعد ذلك يمكننا أن نجاهد على المدى القادم في سبيل إرساء أو إنشاء دولتنا الديمقراطية الاتحادية وأنا متفاعل بالرغم من ذلك أنا ما زلت متفاعلة كل ما ذكر فيما يتعلق بالمرأة في ظل الانقلاب هو ينطبق على الإنسان اليمني فأنا تحدث بشكل عام عن الإنسان اليمني في ظل الانقلاب الناس هناك يواجهون الانقلاب بكل إمكانياتهم البسيطة لا تجدديهم أي وسائل للمواجهة سوى ما يبتكرون في مواجهة الانقلاب ما هو مطلوب من الحكومة الشرعية لا نطلب منها حاليا أن تحسم الحرب لكن نطالب أن تقدم نفسها بما يليق بمعاناة الإنسان اليمني في الداخل الإنسان اليمني يمتهم في كل مطارات العالم قضيته إلى الآن حتى اللحظة غير واضحة المعالم لدى الآخر نريد من هذه الحكومة الشرعية التي نحن نتمسك فيها لأنها مدخل لفكرة الشرعية يعني مش عشان سواد عيونهم اهتموا بالإنسان اليمني في الداخل يعني سلموا رواتب الناس أبسط شيء يعني الناس يموتون في ظل هذه الأزمة وهذه المعاناة الكبيرة فقط هذا كل ما أريد أن أقول شكرا لك يا أستاذ مسك الجنيد شكرا للجميع على الحضور وشكرا للمؤسسة التي احتضنت هذه الفعالية في ختام هذه الفعالية أتمنى أن تكون هذه باكورة لفعاليات أخرى مشابهة لتوضيح حقيقة ما يجري في اليمن بعيدا عن الأطر التقليدية التي لربما تنقل جانب سياسي أو تنقل مشروع سياسي أكثر ما تنقل حقيقة ما يجري شكرا لكم جميعا على الحضور اشتركوا في القناة